مساء الخير في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض اسهل طريقة لشاوي البطاطا بطريقة سهلة جدا ومن غير فرد والنتيجة زي اللي انتو شايفينها بالزبط قدامكو ديل مهرية خالص كده وطرية وجميلة اول حاجة هنجيب البطاطا بالحاجة ما طبعا نجري انتو عايزينه مش هتفرق يعني هي كل ما بتبقى صغيرة بتبقى كل ما بتبقى الفيعة يعني مش مش تخينة بتسوي اسرع لكن البطاطا اللي قدامكو دي يعني حجمها برضو مش صغيرة متوسطة في طاصة انا طبعا انا غسلت البطاطا دي كويس قوي ونشفتها اهم حاجة ان احنا نغسلها كويس وحطتهم كده في الطاصة كده رسيتهم جميع بعض كده وهشغل العين البتجاز اللي في النص اللي هي الكبيرة اكبر واحدة بس هوطيها خالص على اوطى حاجة يعني تبقى زي الشمعة كده ليه اكبر عين علشان توزع الحرارة على الطاصة كلها تبقى البطاطا كلها مستوية مش في النص بس وهغطي كده عليهم طبعا على نار هادية جدا زي ما قلتلكو وهغطي عليهم النار خالص خالص وهغطيهم باي غطى كده عندكو وهسيبهم بعد ربع ساعة او تلت ساعة هروح الاقيهم يعني شبه استوه ولكن احنا عايزين الناحية التانية تاخد كمان شوي حلو زي زي الناحية اللي تحت دي هي بدأت تتشمع اهي خالص وتتشوي وعلى فكرة البطاطا بالطريقة دي هتنزل العسل بتاعها اللي بيبقى فيها ده اللي هو بتشوفوه في الشاوي لما بنشويها في الفورن او عند بتوع البطاطا اللي هما بتبقى بطاطا ما شوية دي وبتلاقوها مع السلة كده وحلوة هقلبهم طبعا على الناحية التانية علشان زي ما قلتلكو تاخد التشميع الحلوة والشاوي الحلوة بتاعة البطاطا وهغطيهم تاني برضو اهو ده شكلهم بعد ما قلبهم كده هغطيهم علشان الناحية التانية تتشوي وتستيبي كويس هغطيهم برضو حوالي ثلث ساعة برضو نفس المدة اللي اخدتها في الاول ده شكلهم اهو بعد ما خلصت خالص اخدوا حوالي ساعة الا ربع لان البطاطا دي برضو حجمها زي ما قلتلكو مش صغير ولو اكبر شوية ممكن ياخدوا ساعة او ساعة وربع ولو اصغر من كده ممكن مش هياخدوا تلت ساعة على بعض او نص ساعة بالكتير ده شكل بطاطا اهو من غير اي اضافات حطتها في الطاصة يعني سوتها على كده من غير اي اضافات زي ما انتم شفتوها قدامكم بالزبط لما بضغط عليها كده اهو نهرية خالص خالص ممكن احسن كمان من اللي بتشوه في الفرن اللي بنشوها في الفرن بتاخد وقت عن كده كتير خالص هفتحلكو واحدة عشان تشوفوها من جوه ده شكلها من جوه اهو دايبة خالص خالص ومهرية غربوها بالطريقة دي واحدة اجبكو جدا جدا ترجمة نانسي قنقر